بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله النهاردة هبتدي معيكم الدرس العاشر من الشابتر الأول للمحور الرابع Discover Primary 1 زي ما أنتم عارفين إحنا في الدرس التاسع lesson 9 إحنا عرفنا الطفل إزاي يجمع الستوري بتاعته ولزقناها مع بعض وعملنا ستوري كاملة لها بجاننج وميدل وإنت خلاص خلصنا الستوري بتاعتنا هتلب من الطفل إن هو يعمل illustration للقصة بتاعته يعني illustration درسناها قبل كده وقلنا إن دي الرسومات اللي بتبقى موجودة في القصة اللي بتساعدنا في فهم القصة تمام؟ طيب فإحنا بما إن الكستوري كانت عن رحلة في الطيارة ومغامرة بنوتا في الطيارة وإن هي إزاي شافت الشمس وشافت الصحب وإزاي لمست الطيارة وسمعت صوتها وكانت مع عائلتها هي عملت illustration شكل طيارة وجايبنا يعني دي الكراسي من جوه والناس قاعدة وده السحب والشمس دي كانت illustration وطبعا دي هتبقى رجعة لكل طفل القصة بتاعته كانت عبارة عن إيه فعملها illustration تمام؟ طيب آخر حاجة هناخدها مع بعض نجيب البيتجي البعض كده آخر جزء فيه الدرس اللي هو الـ evaluation التقييم narrative evaluation إيه اللي مفروض يحصل في البعيد جديد؟ المفروض إنه صاحب الكتاب ده اللي إحنا بندرس منه ده قاعد في الـ class بيسمع بيسمع خمس قصص لخمسة من صحابه كل واحد بيقوله القصة بتاعته والطفل صاحب الكتاب ده اللي إحنا شغالين منه بيمسك كل واحدة من دولت ويبتزي يقيم صحابه تمام؟ هم اربعة مش خمسة المفروض إنه هو هيقيم صحابه يعني مثلا واحد زميله في الـ class حكي له قصة فهو لقى إنه صاحبه ده كان تقييمه كويس طيب بناءً عن إيه؟ على إيه؟ بيقولي هنا the author read clearly and with correct volume يعني الـ author اللي هو الكاتب كاتب القصة اللي هو الطفل اللي كتب القصة وهو بيقرأ أرى بوضوح والvolume بتاعه كان إيه؟ كان صح الـ spelling بتاعه كان صح الـ speaking بتاعه كان صح تمام؟ طيب بناءً على الإراية والوضوح في الصوت وكل حاجة من دي أدي لصحبي اللي بسمع له القصة دولت 5 stars ولا علم على 4 stars بس ولا 3 stars بس ولا 2 stars بس ولا 1 star أقيم صحبي ده بإيه؟ طيب تاني حاجة لما سمعت القصة بتاعته هو اشتغل على أنهي senses وهو بيحكي القصة بتاعته وصف لنا حاجات حصلت في القصة بتاعته باستخدام أنهي sense فأنا مثلاً عملت circle على sense of sight, sense of ears, sense of touch مثلاً فده معناه إيه؟ ده معناه أن الطفل صحبي في الـ class اللي أنا سمعت له القصة بتاعته الحقيقة أنا أدي له 5 stars والحقيقة أنا عملت circle على 3 senses دولت لأنه هم دولت اللي استخدمهم في الـ story بتاعته فاهميني؟ المفروض هيروح على زميله اللي بعده يقيمه وزميله اللي بعده يقيمه وزميله اللي بعده يقيمه وبعدين يقص الورقة دي على النقط دي بي المقص وكل طفل هيدينه الإفالواشن بتاعه كل طفل هيدينه الإفالواشن بتاعه لما أرى القصة لما سمع القصة بتاعته تمام؟ بس بكده إحنا خلصنا الدرس العشر وبكده خلصنا الشابتر الأول أشوفكم على خير بإذن الله في الشابتر الثاني مع السلامة